أدان أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب طارق الخولي تصريحات عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري جون ماكين حيث وصف الخولي تصريحات ماكين بالتدخل السافر وذلك على خلفية قضية التمويل الأجنبية التي أغلق على إثرها مقر المعهد الجمهوري بالقاهرة الذي يترأسه ماكين وهو ما يؤكد بأن السهدف ماكين لمصر خلفه أغراض شخصية وليس كما يدعي من منطلق حقوق الإنسان وأضاف الخولي أن ماكين اعتاد في الفترة الماضية السهدف مصر في الكونجرس الأمريكي كنوع من الابتزاز السياسي للضغط على السلطة التنفيذية في مصر لغلق ملف قضية التمويل الأجنبية